لَمَّا نَاجَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّحْ أَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهُ وهو في الطور أَيَّا مُوسَى قَدْ فَتَنْتُ قَوْمَكَ امتحان فتنة إذا موسى كان موجود ما كان يمكن كما يبدو لهذا الامتحان الإلهي أن يتوم هناك رواية على ما أتذكر يسأل ذلك الرجل سيد الشهداء صلوات الله عليه لماذا تخرج إلى كربلاء فقال الإمام صلوات الله عليه فبما إذن يمتحن هذا الخلق إذا قضية كربلاء ما كانت كيف كان يظهر جوهر حبيب حبيب ابن مظاهر والشمر لعل مظهره ما كان مظهر واحد ولكن عندما تأتي قضية كربلاء وإذا بها تفصل بين هذين الرجلين هناك كوامٍ هذه الكوامٍ خفية هذه الكوامٍ في مرحلة القوة الامتحان الإلهي يوفر الجو حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل هناك بيضة عصفور وبيضة حية إذا الأجواء الملائمة لا توجد ما بالقوة يبقى ما بالقوة لعله ربما لا تجدون فرقاً في المظهر ولكن عندما تأتون وتوفرون أجواء حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل وإذا بتلك البيضة تتحول إلى طائر جميل والبيضة الثانية تتحول إلى حية تقتل الله سبحانه وتعالى يحرك الأحداث لا يسلب الإرادة الإرادة موجودة ولكن الله يحرك الأحداث بشكل حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل إحنا حتى نحن ما نعلم من نحن إحنا مو مكشوفين لأنفسنا إحنا لا نعرف أنفسنا ولذلك المؤمنون يشعرون بالخطر دائماً لذلك دائماً يدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أحياناً في القلب أكو اختلاط عندما يأتي الجو المناسب وإذا واحد يتحول إلى ولي من الأولياء ما كان ولي بالقوة كان ولياً لكن هذا الامتحان وفر الجو وإذا بهذا تحول إلى ولي من الأولياء صدام لازم يجي يحكم في هذا الجو يسجر رجلان إذا ما كان يحكم ربما ما كانت تظهر بعض الكوامن يسجر رجلان وإذا بواحد من هذين الرجلين يتحول إلى صديق مع الأنبياء والصديقين وإذا بالثاني في هذا السجن يتحول إلى رجل كافر زنديق من اللي يحول ما بالقوة إلى ما بالفعل هذا الظرف حركة الأحداث تحركت بشكل أظهرت الكوامن المفروض أن النبي يغيب غاب النبي الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه شوية دققوا والإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه آخر لأن إذا توافق تحرك الإرادة التكوينية والتشريعية لا يفسح المجال للامتحان الإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه آخر وإذا بالله سبحانه وتعالى يمحص ما في القلوب أوحى الله إليه هاي مو قضايا الأمم المتقدمة هاي قضايان إحنا كل واحد مننا ايا موسى قد فتنت قومك قال وَبِمَاذَا يَا رَبْ قال بالسامري السامري إذا كان موسى موجودا لعله ما كان يمكن أن يكون له دور ولكن غيبة موسى هي التي فسحت أمامه المجال السامري كان يبحث عن ما يسبح به هاي الغيبة وفرت له هذا الماء إذا الإمام الكاظم صلوات الله عليه ما كان يغيب في ظلمات السجون كيف كانت تظهر حقيقة البطائن علي بن أبي حمزة البطائن والقندي زياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي عثمان من عائلة كلهم ثقات عثمان بن عيسى الرواسي كما قاله النجاشي إذا الإمام كان ظاهر ما كان يتاح المجال لهذا الاختبار لابد الإمام الكاظم يغيب في الظلمات ظلمات السجون وظلم المطامير فيفسح المجال لامتحان هؤلاء قال بالسامري قال وما فعل السامري الآن موسى دا يسأل من رب قال صاغ لهم من حليهم عجلا يعني ولد البقر أخذ الحلي منهم الذهب وصاغ عجلا ذهبيا شوفوا سؤال موسى قال يا رب إن حليهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل وظلموا امتحان فكيف فتنتهم السامري أخذ الذهب وصنع منه عجلا كيف يكون الامتحان كيف تكون الفتنة قال الله إنه صاغ لهم عجلا ومن فخار له خوار في الآية الكريمة هذا هو الامتحان قال موسى يا رب ومن أخاره يعني جعله يخور من اللي جعل الأجل يخور قال أنا أنا جعلته يخور فقال عندها موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتحدي من تشاء كيف أخار الله سبحانه وتعالى هذا العجل شلون أخاره شوفوا حركة الأحداث السامري عظيم من عظماء قوم موسى وكما ذكر البعض إنه كان من خلص أصحابه عندما قوم موسى أرادوا أن يعبروا البحر وإذا بجبرائيل يأتي على فرس الكل ما يشوفون شوفوا حركة الأحداث أي واحد ما يشوف جبرائيل ولكن السامري يرى جبرائيل شوفوا هاي مقدمة لحركة الأحداث إلى تلك النتيجة يشوف جبرائيل ليش يشوف جبرائيل إذا ما كان يشوف جبرائيل ما كانت هذه الفتنة ما كان هذا الامتحان يشوف جبرائيل ويرى أن التراب تحت حافر فرس جبرائيل يتحرك دبت فيه الحياة يجي في ذهنه أن يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك ويحتفظ بهذا التراب المتحرك يحتفظ به إلى اليوم الموعود عندما غاب موسى وصنع العجل الذهبي يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك الحي ويلقيه في باطن العجل وإذا بالعجل يخور يصدر منه خوار كخوار العجل قال هذا إلهكم وإله موسى هذا هو الراب فنسي موسى نسي أن هذا إله ضيعت طريق راح حتى يشوف الله بينما هذا الله الله بعد الآن لا يريد أن يتعامل معكم بلا واسطة يتعامل معكم بلا واسطة فسجدوا للعجل هناك كلام وهي أن الله سبحانه وتعالى كيف فتنهم بهذه الفتنة؟ الجواب الأمر واضح الفتنة توجد مجال للالتفاف وإلا عجل يخور هذا يدل على أنه إله الوالد رحمه الله يقول الآن إذا جاءكم واحد وجاء لكم بفأرة مصنوعة من الحديد وقال لكم أن هذه الفأرة إله بدليل أنها تتحرك فأخذت الفأرة الحديدية تتحرك هذا يسوغ أن تقوله هذا إله العقل يقبل هذا إله الإله الذي يجب أن يكون صانعا كيف يكون مصنوعا يعني ما كان هناك مجال ولكن فتح هناك هامش وإذا بقوم موسى ستمئة ألف واحد كلهم يرتدون ويبقى منهم فقط إصنعش ألف واحد وقال لهم السامري أن موسى كذب عليكم والعياذ بالله وهرب منكم راح بعد ما يجيكم العقل ما يقبل هذا إله وفي بعض الكتب كاتبين أنه أخذ هذا العجل وألصقه بجدار وجهه إلى الناس وذيله إلى جدار وثقب ذلك الجدار هذا ناقل طبعا وجماعة راحوا وراء الجدار من أعوانه والمتآمرين معه فأخذوا يصوتون من وراء الجدار فحققوا روحوا وراء الجدار شوفوا أكوشي لو ما كوشي قائد الظاهر الغريب فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله ما وعدكم السيادة في الدنيا إعطاء القانون المقام الرفيع في الآخرة أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي حتى رادوا يقتلون هارون في بعض الكتب فهرب منهم هارون حتى لا يقتلون إهنا أذكر بعض الروايات التي تبين أن غيبة الإمام المهدي عن جلالله تعالى فرجح هذه تمثل امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده امتحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر